السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجو في برمنجهام وفي بريطانيا منع السفر فاتلغت كل الطائرات المسافرة في مطار برمنجهام الدولي ومطار هيترو الدولي ودي شيء بسيط جدا انسان يتعلم منه من قدرة الله سبحانه وتعالى فتعطيل كل وسائل الاتصالات وكل وسائل التكنولوجيا الحديثة اللي احنا بنعتمد عليها اكتر من مية في المية ملك واحد ربنا سبحانه وتعالى يقول له قاتي بالتلج فيأتي التلج فتقف كل الطرق والوسائل المواصلات آلاف وعشرات الآلاف من المسافرين منعوا من الصفر وكذلك مئات أو آلاف من الرحلات الجوية وقفت حتى ان بعض الزمائل الزملاء الى الان موجودين في مطار أمستردام من يوم السبت مش لقين طيارة علشان ييجوا لبريطانيا نرجع مرة تانية للكلمة اليوم هي السوق المحلي والاستعمار الانساني يعني ايه الصلاة ما بين السوق المحلي والاستعمار الانساني في الست سبع سنوات اللي فاتت تعلمنا من احداث الربيع العربي كتير 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 وخاصة اللي تحول بعد كده الى صراعات مسلحة وصدمات مسلحة في البلدان كلها شعوب ارادت ان تغير تغيير اجتماعي مجتمعي ايجابي لكن الحادث ما نراه اليوم ايه نتيجة الصراعات المسلحة دي اللي احنا بنتكلم فيها اكتر من 12 مليون نازح داخل سوريا واليمن وليبيا والعراق واكتر من 6 مليون لاجئ على الحدود السورية التركية الاردنية اللبنانية وكذلك من العراقيين وكذلك من اليمنين الى اخرى لكن الشعب السوري اللي انا هركز عليه اليوم خاصة ان الشعب السوري في بلد المهجر استطاع السوريين اللي موجودين خاصة في تركيا لان في هناك جزء من مساحة الحرية لنمو مؤسسات المجتمع المدني او المجتمع المدني نفسه ان يؤسس الاف من الجمعيات هناك في تركيا وقامت هذه الجمعيات بالطريقة التقليدية القديمة بتخفيف المعاناة عن النازحين داخل سوريا وعن اللاجئين خالق في سوريا وكذلك في العراق الى اخرى في بعض المشاكل اللي وجدت المجتمع السوري الناشئ في بلاد الغربة وحذكرها سريعا وهذا ليس جلد لهم ولكنها تذكرة فاذكر في انها تذكرة تنفع المسلمين المؤمنين او العاملين او المجتهدين الى اخرى اول حاجة قلة الخبرة والتجربة تاني حاجة التنافذ صحيء بعض الاوقات كان بيكون غير صحي بينهم من اجل التدافع لانجاح الجمعية تنوع مصادر التمويل اللي احنا اتكلمنا عنها مع اتحاد منظمات المجتمع المدني السورية منذ اكتر من عام وما كانش حد بيسمع علينا والان بدأوا يسمعوا حينما اغلق الخليج على الكثير من هذه المؤسسات عدم اثلقة في بعض بينهم بعض في كثير من الاحيان الاهتمام بالجمعية اكتر من الاهتمام بالهدف عدم مجالس الادارات غير قادرين على استيعاب الفارق ما بين الادارة التنفيذية والادارة مجلس ادارة نفسه يعني وتدخلوا دائما في الامور التنفيذية تسييس ومذهبية وجمعانة العمل الانساني من اليوم الاول حتى ان كل الدوائر الحكومية وغير الحكومية ترى ان هذه المؤسسات قد يكون لها اجندات سياسية او مذهبية او طائفية او او الى اخرين ضعف الكوادر البشرية وده شيء طبيعي جدا في مجتمع المهاجرين في الخارج وضعف التنفيذ التقريدي لها اتباع سياسة المانح ليه لان احنا اعتمدنا على مانح واحد سواء كانت الامة المتحدة او المانح الخليجي او المانح العربي عدم وجود رؤية محدة للعمل الانساني بعد ست سنوات في او التنموي لكل هذه الكوادر السورية اللي احنا اتكلمنا عنها سواء كما في الداخل او الخارج عدم مدوح رؤية للعمل فيه ماذا بعد حينما تتوقف الحرب ونبدأ مرحلة السلام عدم الرغبة او القدر على الاندماج دلوقتي فيه ازمة مادية طاحنة والناس رفضل نتندمج للحفاظ على ذاتيتها وشخصياتها الاعتبارية ضعف مشاركة المرأة والشباب في الجمعيات وعدم تمثيل كافة الجوانب والطوائف السورية في كثير من الجمعيات دي وكل هذه الأشياء لتعني تماما أن العمل في هذه الجمعيات أثبت وجوده في كل المجالات التي عاملوا فيها ونحن نرفع لها من القبعة لكن في نفس الوقت لابد أن نصحح مصار مثل هذه الجمعيات اليوم حبدأ معاكو مشكلة بدأت أنقشها منذ أكتب من سنتين كان فيه مؤتمر عن سوريا في الدوحة في ربيع أو قبل صيف 2015 خناع قضية سورية وانا قدت في ثلاث مشاكل موجودة هناك فسألت ثلاث أسئلة السؤال الأول ضعف تمثيل المؤسسات السورية في هذا المؤتمر دي نمرة واحد ليه لأنه ما بستطيعوه شونهم ياخدوا تأشيرات دخول لأي دولة أو كثير جدا من الدول العربية دي نمرة واحد تاني حاجة هل السؤال التاني كالهل لدينا رؤية إلى ماذا بعد عملية الحرب والنزاعات المصلحة وبناء السلام هل إحنا عندنا رؤية لماذا بعد لبناء السلام وهل لدينا رؤية استراتيجية أيضا في وجود احتياطي استراتيجي نبدأ به هذه العملية وإيه هو العمل التنموي الواجب أن نقوم به وللآن لم يصلني أي رد من كثير من الجمعيات التي كنت بناقش معهم هذه الأشياء منذ أكثر من عامين ده كان في صيف 2015 في ديسمبر 2015 كنا بننهي ورش العمل اللي احنا نظمناها من أجل المشاركة في المؤتمر القمة الإنساني لعقدة في اسطنبول في مايو 2016 وكان آخر ورشة في اسطنبول في يوم خمسة وستة ديسمبر 2015 وكانت جزءين؟ الجزء الأول كان عن القضية السورية وهو قضية التعليم بالذات وجزء التأنيه كان عادة ماذا بعد المؤتمر القمة الإنسان؟ أنا حركز على القضية التعليم في القضية السورية نظرنا في الوقت الموضوع التعليم في القضية السورية وكتبنا في ورقة عن من المدرسة للسوق السوق يعني من التعليم إلى الاقتصاد لماذا؟ لأننا لقينا كثير جدا من مؤسسات التعليم اللي هتتعمل ولا تنصق معناها وبعنا بعضها البعض الأمر اللي كان مستشكل في التعليم هو كثرة المناهج التعليمية المفروضة على كل مدرسة وعلى كل مؤسسة وعلى كل من هؤلاء الناس بصفة المانح سواء كان المانح ده غربي ولوه فكر وسياسة وثقافة ومنهجية معينة أم شرقي ولوه فكر وسياسة وثقافة ومنهجية معينة كثرة المناهج فتلاقد فيه كذا مخيم كل مجموعة من المدارس لها منهج مختلف الأمر التقليدية العمل التعليمي اللي كان بيجعلنا أن ننظر إلى أن احنا في دول مستقرة فيكون برنامج التعليم يمشي لمدة ابتدائي وإعدادي وسنوي إلى آخره إلى آخره ونحن في المجتمعات المتحركة ومجتمعات نازحة ومجتمعات الكوادر المادية فيها والكوادر البشرية فيها قليلة جدا فرض ثقافة المانح على سياسة تشغيل منهج كل جمعية عدم قدرة الجمعيات على استيعاب الأعداد الهائلة من أبناء النازحين للاجئيل تصرب العديد من الأطفال من المدارس عشان يساعدوا الأسر بتاعتهم ذكرنا احنا كتير في أكتر من مرة أن هؤلاء الأطفال اللي في سنة 10-11-12-15 سنة بيخرجوا في الخارج ليعملوا أعمال يدوية أو ليستجدوا من أجل الحفاظ على كرامة الأسر التي ينتسبون إليها انقطاع العيد من الأطفال عند دراسة لمدة طويلة اللي هم ما بينشغلوش وبعدين انشغال أو زج الأطفال اللي عمل في أعمال غير شريفة فكانت فكرتنا في هذا المجال أن نبدأ من المدرسة للسوء بمعنى أو من التعليم إلى الاقتصاد بمعنى أن يصبح التعليم في المجتمعات وفق حاجة المجتمع ليس وفق حاجة المانح ليس وفق حاجة الجمعية ليس وفق قرؤية الجمعية وفق حاجة المجتمع الذي يريد أن يعيش أو ناس يعيش في هذه المجتمعات هم يعيشوا بالكفاف وعلى الكفاف لكي ينتقل من مرحلة اللي هم عايشين فيها لمرحلات الاستقلال المجتمع تعليم الأطفال ما يصلح لكي يصبحوا أياد عاملة قادرة على الكسب أياد عاملة قادرة على الكسب ومساعدة ذويهم بعد الانتهاء من المرحلة الابتدائية خاصة والمتسربين من التعليم ومما انتعدوا هذه المرحلة العمرية لكي لا تتخطفهم التنظيمات المشبوهة والمنظمات الغير شريفة يعني هو المتعليم نحن نتكلم عنه أن يكون فقط من ثلاثة شهر لستة شهر عشان يخرج هذا الطفل اللي هو أنهى المرحلة الابتدائية إلى أن يستمر في العمل المهني اللي هو العمل البسيط اللي يستطيع أن يقوم به قبل هذا قلنا في ثلاث مفارقات أساسية من حق الشعب السوري أو من حق اللاجئ أو من حق النازح أنه يحصل عليها نمر واحد التكامل بين العمل الإغاثي والتمول من أول يوم يعني أنا بقول وبأكرر والمحاضرة دي قيلت في اتحاد المنظمات المؤسسات المجتمع المدني السورية في 2014 في خريف 2014 عن أنه من اليوم الأول لحدوث الزنزاعات المصلحة أن تنقسم ميزانية العمل الإنساني إلى جزءين الجزء الأكبر للعمل الإغاثي التقليدي لهم من 75% لـ 80% لهم عمل الإغاثي اللي كل الناس لا عرف تقوله أكل شرب نايم تلبس إلى آخر والجزء الآخر اللي هو من 25% إلى 30% تبقى إغاثة غير تقليدية اللي يبناء المجتمع الكوادر البشرية بناء الكوادر البشرية إقامة المشاريع التنموية في الأماكن التي ليس بها صراعات أو نزاعات عمل إحتلالي استراتيجي لنبعض الحلول وإحناها السلام ده مفروض الجمعيات تفهم تفهم أننا سئمنا سئمنا من العمل التقليدي الإغاثي اللي هو أكل شرب نايم سألبس اللي هو صرف عليه عشرات اللي لم يكن مئات المليارات من الدولارات ده حق من حق الشعوب النازحة والشعوب الحق الثاني من حق اللاجئ ده نسة مجحش حق اللاجئ والنازح في ماذا في العمل والحصول على دخل في أماكن نزوح اللجوه أنا مش عايز اللاجئ يستجدي ويعتمد على العطاء الجمعية أو عطاء المانح فيصبح بعد خمس سنين أو ست سنين أو سبع سنين هو مستجدي وفقد القدرة على العمل فقد القدرة على الإنتاج فقد القدرة على المهنية فقد القدرة على الإبداع وفقد القدرة على التطوير والطول المجتمع فاحنا بنحول المجتمع كان يكسب وعنده الحرف والقدرات البشرية إلى مجتمع مستجدي وهذا ما دخلنا في فيما يسمونه المشاكل المشيط المستدامة السومال صرف عليها ما لا يقل عن خمسين مليار دولار والمجتمع الدولي لم 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 يراعي أن يصف جزء من هذه الخمسين مليار دولار على عمل تأهيلي تنموي لكي تبنى السومال في خلال عشرين خمسة وعشرين سنة الماضية ده الحق الأول حق النازح واللاجئ في العمل سواء كان داخل وطنه أو كان في مكان اللجوء وهنا إذا كنت أتكلم معنا المجتمع السوري اللي هو سواء كان في الأردن أو في لبنان أو في تركيا من حق اللاجئ في هذه البلدان أن يعمل وهذا مطلب نابد أن نطالب بمؤسسة الأوم المتحدة نمر اتنين حق الملاجئ في أن يحافظ على ثقافته ومنهجه التعليمي ولغته وقيمه ودينه وعقدته هذا ليس ملكا للأوم المتحدة وليس ملكا للمجتمع المضيف وليس ملكا المؤسسة المنحة يبقى حق الحصول على عمل حق التعليم حق الثقافة حق المنهجية حق اللغة حق القيم والدين إلى آخره هذه أشياء تعتبر حقوق من حقوق الإنسان نفسه لا يفرض عليه وهو ضعيف نازح أو لاجئ خارج وطنه فأن تفرض عليه ثقافات وقيم معادات وتقاليد أخرى وملايك تعليمية أخرى ده حق اللاجئ والنازح الأمر الثالث قبل أن نخش في السوق هو اعتماد مبدأ التعليم الحرفي المهني المواهبي يعني أنا بنقول ايه أو احنا بنقول مع بعض بنقول انحنا هنعلم التعليم الأولي لغاية المدرسة اللي ابتدائها ما ينتهو منها فيصبح الطفل عنده 11 أو حنكتشف قدراته سواء كان عنده موهبة ننميها يكون تعليم غير تقليدي لتنمية الموهبة دي فقط أو تعليم حرفي لكي يصبح هو هذا الطفل الصغير اللي عنده 12 أو 13 أو 14 سنة أو ما كان أكبر من ذلك إنه هو يصبح معيلا 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 لأسرته كما نرى الآن السؤال الأخير بقى هو اسم الكلمة اللي بتاعت اليوم لماذا السوق ولا يسر مدرسة أو مركز الديني أو مركز الاجتماعي ليه السوق يعني إحنا تكلمنا في السوق حول أسباب كثيرة لابد إحنا نعرفها ونشوف كيف تطورت لأنه المشروع الأقل تكلفة في الوقت اللي إحنا فيه شديد الحاجة للحصول على الدعم دي نمرة واحد هو المشروع القادر على استيعاب كاف التاقات المجتمع من كان عنده حرفة من كان في بيته من كانت في بيتها من استطاع أن ينتج فليدها بلا السوق ليبيعوا هو المشروع القادر على استيعاب كل الثقافات في المجتمع كل الثقافات في داخل المجتمع السوري اللي فيه مسلمين وغير مسلمين اللي فيه سنة وشيعة وفيه غير سنة وشيعة اللي فيه ثقافات كتيرة جدا مختلفة ولغات داخلية مختلفة فالسوق بيستوعب كل الثقافات والقيم والعقائد والطاقات دون تميز أو تميز أو سرع ثلاثة اللي هو المشروع القادر اللي بيتور نفسه بنفسه مش محتاج انك تدخ فيه مسلوس لان كل عضو في المجتمع سواء كان في المجتمع النزوح أو اللجوء قادر على ان ينتج حسب احتياجات المجتمع سواء كانت امرأة أو فتاة أو شاب أو إلى آخر هو المشروع القادر على بناء منظومة المجتمع المستقلة عن الدعم الخارجي إذا قويت الأسواق استطعنا أن نفرض ثقافتنا وقيامنا على المانح الخارجي هو المشروع القادر على معرفة كافة كفاءات المجتمع البشرية ومهارتهم هو المشروع القادر على اكتشاف القيادات كمان المجتمعية قيادات المجتمعية من أطيافها المختلفة هو المشروع القادر على معرفة مكان من الخطر تأتي كبعض الأفكار من هذه الجهة أو من تلجى الجهة أو من هذه الجهة فتعرف مصادر الخطر و أين يكمل الخطر هو المشروع القاد الأول و الباني لقتصاد الدولة تبنى الدولة من السوق وتبنى الدولة بالاقتصاد و يبنى المسجد والمدرسة و المركز الصحي و الطرق و الكباري بالاقتصاد و بالاقتصاد المحلي بالدرجة l-aulah هو المشروع الأول باني لقتصاد الدولة وتحويل هذه المهن والحرف إلى أسواق محلة تجارية شركات عبر القارات صناعات متعددة مصانع ومدارس وجامعات ومراكز أبحاث قادرة على تطوير هذه الصناعات والحرف والشركات هو أيضا المشروع الذي ينتقل بالمجتمع في مراحل نمو المختلفة رأسيا وأفوقيا لإستعاب كافة احتياجات المجتمع هو المشروع القادر أيضا نكرر مرة أخرى على اكتشاف الثقافات المجتمعية المختلفة بقيمها وعاداتها وتقلاتها المختلفة هو المشروع القادر على الحفاظ على الهوية الهوية تستطيع أن تحافظ عليها إذا كنت قادر على الكسب إذا كنت قادر على صناعة منتجاتك إذا كنت قادر على زراعة غذائك إذا كنت قادر على بناء بيتك وتوفير كل هذه الأشياء من أسواق المحلية يبقى هو المشروع القادر على الحفاظ على الهوية المجتمعية التي تحاول دائما ما تغيرها الدول والمؤسسات المنحة وفق معايير ثقافتها الغربية والشرقية هو ايضا المشروع الذي استطاع تطوير نفسه الى ان يسمح ايه بقى اسواق مالية مداربات بورسات وان يغير ثقافة تبادلات التجارية من نظم المقايدة بالسلع الى انتاج العملات فانتقمنا من المقايدة الى تبادل العملات للذهب والفدة وكذا وكذا الى العملات المعدنية الى العملات الورقية الى الارقام الحسابية البنكية الى انها الان اللي هي العملات الالكترونية واللي هي تعتبر لكم جميعا هي اكبر خطر على اي اقتصاد في العالم لان يتحول كل دخلك وكل مالك وكل الدخاراتك الى رقم الالكتروني تستطيع ان تضربه اي عطل الالكتروني على مستوى العالم فتضيع كل مقدراتك فنصيحتي اللي تتعاملوا بالعملات الالكترونية هذه اللي هي بيسموها بيتكوين وتعاملوا إن أردتوا أن تبنيوا اقتصادا تعاملوا بما تستطيعون أن تتلمسوه في بناء الاقتصاد اللي هي الأراضي المياه العقارات الأصول المعادن النفيسة إلى آخره إلى آخره إلى آخره والمشروع على قدع تصور تكنولوجيا المعلومات لأن في السوق بتتجمع كل المعلومات كل المعلومات زي ما الوحب يروح عند المزين اللي هو بيقص الشعر أو عند الخيات اللي بيقص الهدوم لنا وبيعمل لنا هدوم فتلاقي هو عنده أخبار كل الحارة وأخبار كل الشارع سواء كان من النساء أو من الشاب اللي عدوا يفضفضوا مع الخيات ومع الحلاء نفسه لذلك فالسوق هو مكان لجمع كل هذه المعلومات ثم تبويب وتقنين هذه المعلومات ثم تحويل هذه المجتمعات على المعلومات إلى تكنولوجيا المعلومات ثم بعد كده تكنولوجيات الأخرى ومن أقوى التكنولوجيات اللي تكلم عنها إذا كنا نحن فاكرين المؤتمر الصحفي اللي قاله رئيس وزراء دولة إسرائيل منذ أسبوع تقريبا أن هم بيتحكموا في أقوى شركات أو صناعة التكنولوجيا في العالم يبقى التكنولوجيا هنا تبدأ من السوق بالمعلومة اللي بتتحول بعد كده إلى صناعة مجتمعية يبقى ده أهم شيء نعمله نبني السوق بعد ما عملية السلام تقف أو تتبدأ في استكمال أدراكها أو في المناطق اللي احنا ما بنشتغلش فيها لأنه أقل تكلفة زي ما أنا قلت أبل كده ليه أنا كلامت عن الاستعمار الإنساني يعني استعمار الإنساني معناها بالنسبة شخصي أنا هو فرض الثقافة وعقيدة وقيم وأخلاقيات المنح القوي على المجتمعات الفقيرة التي توجه أزمات صعبة أثناء تاريخ بناء حياتها المجتمعية الفرض ولا إكراه في الدين ربنا سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لا ما فيش إكراه ولا إكراه في الدين أيضا فلذلك الاستعمار الإنساني مش معناه أننا بقول إنه من دين لدين لا حتى من أبناء نفس الدين إنه واحد بيفرض عليك الثقافة فلسفة مذهبه العقيدي وهذا خطأ فالاستعمار الإنساني هو الذي يفرضه المانح على المانح القوي على المستقبل الضعيف أنا حطيدي أرفض أتكلم عن كلمة مستفيد لأن الفقير والنازح واللاجئ ليسوا مستفيدين هم أصحاب المال الحقيقيين يبقى هو فرض الثقاف فيأتي دعم هذه المؤسسات والدول الغنية القوية لهذه المجتمعات الفقيرة الضعيفة بشروط بشروط ورأيناها فكان هذا المانح مسلم أو كان المانح غير مسلم هذا المانح عربي أو غير عربي هذا المانح خليجي أو غير خليجي إلى آخره فلا تفض علي ثقافتك ولا تفرض علي قيمك ولا تفرض علي كل هذه الأشياء بل أعطيني ما أحتاجه لأقيم مجتمعي ومن حق عليك أيها المانح أن تعاوني لكي تمكنني من بناء مجتمعي ليس لكي أصبح فيما بعد عالة عليك إلى الأبد إيه بقى معنى الاستعمار الإنساني في جومة كده نكتبها بسرعة معنى الفوقية وليس التكافؤ يعني أنا أبيديك وأنت بتستجدي مني معنى التكليف بقى أكلفك ولا أشاركك في القرار معنى بتحكم فيك ولا أمكنك معنى الاعتماد وليس البناء يبقى أنا أقولها تاني مرة تانية الفوقية من المانح وليس التكافؤ مع أبناء المجتمعات الفقيرة معنى التكليف من المانح وليس المشاركة مع أبناء المجتمعات الفقيرة معنى التحكم من المانح وليس تمكين أبناء المجتمعات الفقيرة معنى الاعتماد أنا أجعلك معتمدة علي دائما وليس بناءك أو بناء مجتمعك البناء القوي المتين معنى التبعية تكون تابع لها دائما وليس الاستقلالية إن أنا أوجد منك تابعا لي أكون أنا السيد وأنت المسود معناها الاستغلال استغل قدراتك وإمكانياتك وليس الاستثمار فيك فرق كبير جدا من الاستغلال والاستثمار معناها أننا عندي أجندة مغلفة مبهمة غير معلنة وميجب عنديش شفافية لا أعلن عليك ما أريد أن أصنعه في مجتمعك معناها الجهل إن أنا أصلا كمانح جاهل بثقافة وقيم وأخلاقيات وتنوعات الثقافية لمجتمعك وليس عندي المعرفة أنا بقول لك لو أنا جاهل بشيء أنا أعلمك لأن الأصل في الموضوع التشارك ما بين المجتمع المحلي وما بين المانحين معناها أنا أستفيد الاستفادة وليس الإفادة أنا أستفيد منك ولا أفيدك معناها المرحلية أنا جاي لفترة معينة أخلص فيها وليس همي الاستدامة المجتمعية لك معناها الإعلام إن أنا أعلم الناس إن أنا أغيثك وأعينك وليس العلام أعلمك ما عندي من تكنولوجيا مرة أخرى أقول لها مرة تانية عشان نجوف بعض أبعاد الاستعمار الإنساني اللي احنا بنقع فيه كلنا الفوقية وليس التكافؤ التكليف وليس المشاركة التحكم وليس التمكين الاعتماد وليس البناء التبعية وليس الاستقلالية الاستغلال وليس الاستثمار الأجندات الغير معلنة وليس الشفافية والجهل وليس المعرفة الاستفادة وليس الإفادة المرحلية الوقتية وليس الاستدامة المجتمعية الإعلام وليس العلام كل هذا نتحدث عنه في ماذا بعد في موضوع ماذا بعد إذا حل السلام إن شاء الله الحمد لله بدأت بوادر السلام تحل في العراق بعد أن شاهدنا منذ أيام إن بدأ الشعب يحتفل بالانتهاء من الحرب على بعض هذه الجماعات المشبوعة التي هناك وإن شاء الله سيحل السلام على الشعب السوري سواء كان مع النازحين في الداخل لابد أن يكون هنا رؤية ومع اللاجئين في الخارج لابد أن يكون هنا رؤية ولابد أن نتنازل أن نتنازل أن نتنازل أن نتنازل أن نتنازل عن جزء كبير من شخصياتنا الاعتبارية وده كان أحد الأشياء الصعبة إن كتير جدا من الجماعات الصغيرة السورية صعبة عليها أنها تتنازل على أن أنا ليست هي فقط كتير جدا من الجماعيات حتى الجماعيات الكبرى التي تنشأت في الغرب حتى الجماعيات الكبرى الإسلامية وغير الإسلامية التي تشعر من أن حيثيتها وذاتيتها هي أصل الهدف من إقامتها وليس المجتمع الذي من أجله قيمت أو أسست أو بدأت هذه الجمعية في العمل يبقى السوق نبدأ به التعليم المهني البسيط التكلفة استعاب كافة الأطياف في مؤسساتنا في مجتمعاتنا والثقافات لن تستطيع ولن يستطيع أي فصيل أن يبني مجتمع واحدة والإيد الوحدة ما تستقفش والأمر الأخير أننا لابد أن نتعلم كيف نتصالح مع الأعداء أو مع من نعتقد أنهم أعداء تعلمنا هذا من فقه نيلسون منديلا في المصالحة الوطنية والحقيقية وتعلمنا هذا من فقه الرئيس علي عزة بيجوفيتش رحمة الله عليه وتعلمنا هذا أيضا من الناس في بروندي ورواندا بعد المطبحة اللي مات فيها مليون تسعمائة أكثر من تسعمائة ألف أقل من سنة وتعلمنا هذا من كل هذه الأشياء فلابد لابد علينا أن نعلم كيف نجلس لنتحاور ونتشاور مع من كنا نتقاتل معهم بالأمس القرار ليس بأيدينا ولكن لابد علينا أن نصح مصار القرار الذي سيفض علينا أثناء عملية السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأراكم فيما بعد غدا أو بعد غد في الحلقة الإنجليزي النفس المجال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته